السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وأرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وصد عني أبواب الشر والتعسير فلا حول ولا قوة لي إلا بك بك أستعين وبك أستجير وبك أكتفي يا الله جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 23 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود بالأسد ورح ينتقل في ساعة الصباح لبرج العذراء إحنا الآن في قلوب مسار اليوم هذا جيد وفي مكاسب وفي مرابح وفي عاطفة يعني أمور ممتازة ولكن إذا حذرت أو كنت حذر من تقلب نفسيتك وأيضا بعض المزاجية في بعض الأمور وسيطرت على مفعلاتك أمورك ممتازة جدا طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة زي ما حكينا للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 7 و16 دقيقة من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر بما أنه الآن ولغاية ساعة الصباح موجود في برج الأسد فمرضو بيظل الناس من حولنا في هذه الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة خطيرة شوي ظهرت على الساحة وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون عشان هي قلنا تقلب المزاج وأيضا حذر من بعض الأمور ركزه في هاي الزاوية هاي الزاوية تأثيراتها مش طويلة يعني هي من ثلاثة وعشرين ستة لثمانية وعشرين ستة ذروتها يوم خمسة وعشرين ستة في الساعة عشرة وثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هنا بيكون في عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتج عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بتجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا بتعرضنا لخيبات أمل زي ما حكينا أهم شيء إنه ما تحاولوا يعني اتراجعوا وضعيتكم لأنه بالفترة هاي ما رح تتوصلوا لشيء حاول تضل مثل ما أنت خلي ثقتك بالله أول شيء وثقتك بنفسك التزم بالهدوء ما تحكم بالحدث والعواطف وحاسس وشاعر إنه في خطأ وفي خيانة وفي أمور زي هيك بتكون أمورك بالسليم مية بالمية أما دوليا فهاي الزاوية بتدل على جدل بين أحزاب اليمين واليسار أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات بخصوص قطاع الصيد البحري أو المجالات الفنية وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل زي النفط أو الماء أو أشياء من هذا القبيل ونزاعات بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية وأيضا حوادث مفاجئة إلها علاقة بالمياه طفان غرق أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي تأثيراتها زي ما حكينا مستمرة ليوم 24 ستة بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقة مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بمبادرات وبرضو بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري تعمنحنا مهارات يدوية ودقة وسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لأيوم ستة سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة وعشرين ستة في الساعة واحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح وبرضو بتدل على الأرباح بتيجي عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم ستة وعشرين ستة بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميلة تتبع أحلام ومشاريع خيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب ممكن نميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات وممكن نتعرض لتوععكات غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة ليوم أربعة عشر سبعة طبعاً هاي بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو لمركز أكثر أهمية بتزيد إحساسنا بالأمن في نوع من أنواع السعادة المادية وفترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراتها مستمرة لا يوم خمس سبعة طبعاً ذروتها يوم ستة وعشرين ستة ساعة تسعة واثنين وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعمل عنا تردد وخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين بتسببنا شقاقات عاطفية ما البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها بشكل مباشر أول زاوية زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي طبعاً تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الجمعة ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة أو حتى سوء تفاهم تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت ومبغضين للنساء أيضاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية برضو تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى صباح يوم الجمعة نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير في عنا ثقة بالنفس وممكن يعني تعطينا نوع من أنواع التألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس ومرضو هاي تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سارعين التأثر وعنيدين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجأة في الرأي أو العواطف ومرضو بتدفعنا لا العلاقات العابرة أو الحب من أول نظرة بشكل مفاجأ وبكون سلبي ومرضو بتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني احنا خلو المسار زي ما حكينا هو بيبدأ من مساء اليوم الخميس الموعد بث الحلقة الساعة خمسة بتوقيت جرينتش مساء بعدها بده يستمر الخلو المسار لغاية الساعة 10 و34 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش يعني بدنا نحسب انه من الآن ولغاية ساعات الصباح في عنا خلو المسار خلو المسار هاد يعني فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و34 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش القمر خلاص منتقل وباستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن يعني ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات والمهدئات والمسكنات والمخدرات وبوسع نقتناع حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد البدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون ذروتها ساعة 2.24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش من عصر اليوم الجمعة طبعا بتبدأ تأثيرات هاي الساعة من أول ساعات يوم الجمعة يعني من بعد منتصف الليل وبتستمر حتى صباح يوم السبت منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن وثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة في عنا زاوية رح تبدأ تأثيراتها بعد منتصف ليل الجمعة على السبت ولكن تأثيراتها من ظهر يوم الجمعة وبتستمر حتى عصر يوم السبت هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر بعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة فعشان هيك ونا بدنا نسيطر على انفعالاتنا يعني قدر الامكان خلال هذا اليوم وما نخلي النفسية تلعب فينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها من صباح يوم السبت ولكن تأثيراتها من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت هي تساوي قوية القمر والمشتري وتثليث يعني دعم منهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا منحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي بتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية برضو بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات يعني تقريبا نول ظهيرة يوم الجمعة القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعات الظهر وما بعد فعنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين طبعا هدولا بصيروا لأكثر حساسية من بعد ساعات الظهر عشان هيك هاي الأعضاء اللي ذكرناها هي اللي اليوم بدكوا تهتموا برعايتها واللي بيشعر بأي شيء غير اعتياد راجع الطبيب لا إلها لا تصلح لعمليات جراحية كبرى تصلح لعمليات جراحية صغرى كل وحدة بوقتها طبعا بالنسبة للأعضاء اللي إلها علاقة ببرج الأسد ما بنصح بالعمليات الجراحية من الآن ولغاية ساعات الظهر لأنه في عنا خلو مسار أما بالنسبة يعني لا صغرى ولا كبرى إلا إذا كانت اضطرارية جدا أما بالنسبة من ساعات الظهر وما بعد فعمليات صغرى ما في أي مشكلة أو مراجعات أو أخذ علاجات لهاي الأعضاء بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لأي أعضاء بالجسم غير الأعضاء اللي ذكرناها كبرى أو صغرى مناسبة لعمليات اليوم هذا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن بعد انتهاء خلو المسار يصلح أيضا لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته أو رح يستقر في برج العذراء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد الساعة عشر أو ثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبعدها بده يستمر لغاية الساعة عشر أو ستة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني تقريب منقدر نقول نصف ساعة مدة ثلاثين دقيقة أو أقل شوي في هاي فترة خلو المسار القادم اللي هي يوم الأحد مساء بتوقيت جرينيتش وبعدها القمر بده ينتقل لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره خمس أيام في تمام الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش مندخل في اليوم السادس بتصير نسبة الإضاءة عند آخر ساعات يوم الجمعة ثمانية وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة لخمسة وثمانين في المية القمر في الأسد وزي ما حكينا في ساعات الظهيرة أو ما قبل الظهر بدو ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات منتصف الليل بصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة ستين في المية ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية أما في ساعات الظهر وما بعد بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء حتى يوم 27 ست سعيد بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس الآن موعد بث الحلقة بنسبة 50% في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 10% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورا نصف الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا ياريت إذا عجبكم المحتوى واللي بتابعونا لأول مرة ومش مشتركين في القناة يشتركوا أما بالنسبة للجميع ياريت تحطوا اللايك أو الدسلايك أو الكومنت تعليق عجبكم إشي انتقدتم إشي في إشي مش عاجبكم إشي بتحابين أطوروا عدلوا أي إشي يعني أعملوا لكم أي حركة أيضا اللي حابين يدعموا القناة في عندكم إما تشكرات اللي هي ثانكس أو أنه أنت بتنتسب بالقناة والثنتين حكاسة قهوة يعني إذا حابب طبعا أو عندك إمكانيات أو بلدك بتسمح عملية الدعم عن طريق اليوتيوب بيصير بدك تدعم عن طريق البيبال أي الرابط موجود في صندوق الوصف ما عندك قدرة ما بدك تدعم يعني ادعم بكلمة أو بلايك أو أي إشي ما بدك تدعم من مرة شكرا أنك استمعت لإلي وخلص يعني هذا دعم بالنسبة لإلي بارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بظل من الآن ولغاية ساعات الظهيرة رغبتكم جيدة على مستوى التقرب مع أحبائكم أو العلاقة مع الأحبة ممارسة هواية تقارب من الأبناء تجميل تغيير مظهركم عاطفتكم جياشة يعني الأجواء تقريبا نقدر نحكي بالضل الممتازة ولكن بدك تسيطر على إنفعالاتك وتقلبات المزاج عندك لأنه شوي بتكون زيادة عن اللزوم من ساعات الظهر بصير القمر موجود في البيت السادس هنا الاهتمام بصير على المستوى الصحي بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بالتراكم أكثر من المعتاد ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم بتكون تركزوا وتنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة واللي يشعر بأعراض غير اعتيادية في راجع الطبيب برج الثور بالنسبة لما ولد برج الثور طبعا بيظل التركيز من الآن ولغاية ساعات الظهيرة على الأمور اللي إلها علاقة البيت والعائلة يعني ممكن هيك تظهر بعض الأمور تحتلق قسم كبير من وقت متفكير في نوع من أنواع التعاون رح يكون ما بينكم بين أفراد العائلة ولكن رح تهتم بأمور إلها علاقة بالبيت صيانة ترتيب مناسبة لقاء اجتماع حوار موضوع معين عائلي بيظهر على الساحة أو منكم ممكن يهتم باستئجار بيت أو ديكور أو هذا احذروا من المصاريف لزيادة والخلافات العائلية من وراء تقلب مزاجكم أما من ساعات تصير ممتازة جدا القمر بيصير في البيت الخامس بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفرجات وتطمينات ورومانسيات وحب وغرم مع الأبناء ترفيه تجميل أشياء من هذا القبيل يعني أجواء ممتازة جدا من ساعات ما بعد الظهر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بظل في نشاط من الآن ولغاية ساعات الظهر بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وممكن يكون لكم تعامل مع أخ أو جار وبتمتعوا بسرعة بديها وخاطر ولكن تقلب المزاج بسيطر عليكم بشكل كبير وخصوصا أن أعطار تبدو شكل زاوي التربيع مع نبتون وهذا كوكبكم يعني شوي هنا بصير في تشتت فكري وعصبية وتسرع باتخاذ بعض القرارات بتكون تحذروا من هاي النقطة وانتبهوا أثناء قيادة السيارات أو أثناء الحركة من بعض الإصابات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا التركيز رح يصير على البيت وعلى العائلة بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية أو بعض المسائل العائلية بتحاول أنك تعالجها أو تقارب عائلي أو مناسبة عائلية يعني الأجواء لها علاقة بالبيت أكثر بتصير والاهتمامات العائلية ولكن زي ما حكينا احذر من تقلبات المزاج برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الأجواء جيدة للمكاسب المالية ولكن الشوي ممكن يصير عندك رغبة للهروب من الواقع بصرف الفلوس أو يصير عليك مطالبات أو فواتير أو تراكم فواتير أو دفعات أو قلق من وضع مالي معين رغم أنه في فرص لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مسترد تهبى الدعم إلا أنه المصاريف الشوي يمكن تكون يعني فرصتها أكثر من المكاسب خلال هاي الساعات أما من ساعات الظهر وما بعد الأجواء بتصير ممتازة جدا ممكن تحصلوا على دعم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية وبتشعروا بنشاط الفكري والجسدي بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات هاي أهم نقطة الحوار والنقاش حاول أنك برضو ما تعصب رغم أنه فيها إيجابية وتقارب عالي جدا ما بينكو وبين الأحبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم الأجواء جيدة جدا نشاط عالي ممتاز أرغم أنه في بعض الوهن أو المزاجية أو تقلب بالمزاج حاسس هيك أنه فيه أشياء مش مزبوطة عندك أو مش مرتاح نفسيا إلا أنه لو تركت هذا الشعور وانطلقت اليوم عندك طاقة عالية جدا للحركة والنشاط والتواصل مع الجميع وقدرة بأي مجال أنت بتشتغل فيه تقريبا الطاقة ممتازة جدا أما من ساعات الظهر وما بعد هنا التركيز رح يصير على المواضيع المالية تنهمكو بضبط ميزانيتكم أو ترتيب وضع مالي أو دفعات أهمي شنكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو المطالبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ بتعملكوا نوع من أنواع الإرباك رتب وضعك المالي بشكل جيد وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر إذا في مكاسب حافظ عليها ما تصرفها برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظاهرة عشان هيك بظل التعب مسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم حافظوا على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة أضبط أعصابك وحواراتك ونقاشاتك من إنفعالاتك وتقلب مزاجك أهم شيء أنك تسيطر على حالك خلال هاي الساعات وما تتخذ أي قرار حاسم أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتمتلقوا بنشاط وحيوية بتنقلب الأمور لحالها هيك بتصير لصالحك وبتصير بتناسب وضعك ويعني طاقة عالية جدا حتى أنت رح تشعر بهذا صحيا ونفسيا ومعنويا ورح تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك بأي مجال من المجالات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يعني بتكون ديروا بالك شوي لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب من الآن ولغاية ساعات الظهيرة بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لأصدقاء ممكن أنه هيك يتوجه لك دعوة لقاء أصدقاء حوار نقاش دعوة حفلة مناسبة أهم شيء أنك بتقدر أنك أنت تطلب المساعدة من أشخاص يعني إلك عليهم أو بتقدر تطلب منهم ما بفشلوك ولكن حاول قدر الإمكان تسيطر على تقلب المزاج عندك وانفعالاتك وحساسيتك من حوارات الغير أما من ساعات الظهيرة فهنا القمر بنتقل لبيت المتاعب عشان هيك رح تدخل فترة بتلزمك بالانتباه أكثر لصحتك حاول أنك تنتبه من قراراتك ما تتخذ أي قرار حاسم وما توقع على عقد ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل من الآن ولغاية ساعات الظهيرة اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وأيضا علاقاتكم مع المسؤولين والدفاع عن سمعتكم أو تعزيز سمعتكم أو البحث عن منصب أو إنجاز بعض الأمور تنتظر الشكر والثناء على إنجازك لهذه الأعمال يعني كل شيء العلاقة بالشهرة والنجاح والعلاقة مع المسؤولين والعمل هاي الأمور اللي رح تظل مميز فيها لغاية ساعات الظهر ولكن بدك تحذر إنك تشوه سمعتك بتصرفاتك وانفعالاتك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه له دعوة معينة الأجواب بتصير ممتازة جدا وممكن تحصل بعض المكاسب من بعض الأصدقاء يعني الدعوات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية هي اللي ركز عليها اليوم لأنه من خلال هالمكاسب الكثيرة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل النشاط في مجال السفر والاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب هو اللي مسيطر على الوضع عندك خلال هاي الساعات من الآن ولغاية ساعات الظهيرة اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد كثير على الحضود لأنها فترة قلوه ومسار ولكن بتظل الأجواء الجيدة لتعزيز العلاقة مع الأحبة تبادل الثقافي الآراء بحث موضوع معين علمي الأوراق والمعاملات القانونية برضو جيدة هاي الأوقات ولكن زي ما حكينا اضبط انفعلاتك أما من ساعات الظهر وما بعد بتصير الأوقات مناسبة للي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم الاجتماعية أو علاقاتهم مع رؤساهم بالعمل ولكن بدك تتجنب الخلافات وتسعى لتلطيف الأجواء وحاول إنك ما تشوه سمعتك بتصرفات متسرعة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة بظل في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بتكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة لأنها فترة خلوه مسار الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالفوترة تزبط فواتير دفعات التزامات أي تحاول إنك ترتب أموال الزوج أو تحصل على مكاسب حتى من شريك لإلك أو من طرف آخر أو أموال لإلك أو ضريبة تأمين ميراث أشياء من هذا القبيل ولكن حاول إنك ما تكفل حد ما تضمن حد ما تداين حد من الآن ولغاية ساعات الظاهرة أما من ساعات الظهر وما بعد أو الظاهرة وما بعد هنا القمر بيصير في البيت التاسع فبتنشطوه في ساعات ما بعد الظهر في السفر أو الاتصالات البعيدة أو الاتفاق على سفر أو ترتيب وضع سفر أو تعامل مع الأجانب يعني الأجواء بتصير جيدة حتى بتعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن بتكون أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبدكوا تركزوا بشكل جيد لأنه شوي المخ مش مركز أو فيه تشتت فانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا الأجواء بتظلم ركزة لغاية ساعات الظهيرة على أمور الشراكة وعلاقاتكم مع شركاكم سواء في العمل أو العاطف يعني الأزواج الأحبة الكذا كذا اللي من هون من هون هاي الأمور اللي بظل التركيز عليها لغاية ساعات الظهيرة حاولوا قدر الإمكان إنه أي عمل بكتو تعملوه يكون بشكل مشترك معكو أشخاص عشان يتمموها ويكون اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ولكن حاول إنك ما تنفعل لأنه طاقتك ما زالت ضعيفة وما تعصب وما تخلي الوسواس يسيطر عليك خلال هذا اليوم أو الأفكار السودة والخيانة والغدر والأشياء هاي أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا القمر بصير في البيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة بتعيدوا تنظيم أمور أموركم المالية المشتركة وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بأموال الزوج أو الزوجة أو أموال قديمة أو أوراق قديمة أو معاملات قديمة أو إلك ديون قديمة بدك تطالب فيها حاولوا إنكو تنجز واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت عندكو طاقة لإتمامها بالكامل وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية لأنه اليوم ممكن يظهر موضوع قديم على الساحة برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا إنكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم لأنه القمر بيقترب من المقابلة لإلكم فعشان هيك يحاضروا من الأمور الصحية ما تلتهوا بالأمور الثانوية ما تتوسوسوا ما تعصبوا العامل النفسي بلعب دور كبير خلال هذا اليوم فلا تخلوا تقلب المزاج والنفسية تسيطر عليكم لأنه نبتن كوكبكم بشكل زاوي التربيع مع عطارد اليوم بدأت هاي التأثيرات فهاي بتخلي الوسواس والأفكار والحال النفسية تتقلب بشكل كبير بتكون تنتبهوا من هاي الأمور وما تسمحوا للواجبات بإنها تتزامن وتتراكم حاول إنك تنجز أعمالك عشان ما تضطر للعمل لساعات إضافية أو إنك تضيع الوقت بدون إتمام أعمالك أو إهمال عملك اللي يسبب لك مشاكل أما من ساعات الظاهرة هنا القمر بصير مقابلك تماما طاقتك بتنزل كثير صحيح إنه بترغبوا في تعزيز شركاتكم مجيدة لتعزيز العلاقة مع الشركاء أو التواصل معهم أو تحسين موضع ما أو علاقة ما ولكن بدكوا تكونوا متفاهمين لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور طبعا اللي برضو لسه ما حطش لايك وديس لايك وكومنت وشير ودولا يحطهم اللي ما اشترك بالقناة يشترك اللي ما عجب المحتوى يعمل بلوك ويطلع عادي جدا يعني شكرا أنك حضرت الحلقة هاي بس اللي حابب يدعم القناة زي ما حكينا في تشكرات وفي انتساب اللي بده يعني فيه رابط للبيبال بقدر يدعم من خلاله بدوش شكرا أنك استمعت للحلقة وطبعا هاي آخر مرة راح أحكي هذا الحكي لأنه فرفطت روحي أنا من كتر ما بحكيه بس لأنه طلبوا مني بعض الأشخاص أني أنا أذكر في هاي المواضيع ولكن شايف أنه رغي هيك عادي جدا يعني شونا نعمل الحمد لله انك تحملتوني في الأيام الماضية وما حد أعلق بشكل سلبي على هذا الموضوع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء